وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة أعلى مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني كما اطلع الرئيس السيسي على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنصيق مع وزارة الزراعة كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تمتلكها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر